في طرع العباح المتوسط هذا كانوا أطاحوا بالمسؤول الإعلامي اللي سموه مرتاجين وقالوا لي سبب ما عرفش دي القرعة ما القرعة ما نش عارف ما أي سبب ولكن الحقيقة هي أن ما عندناش إدارة حقيقية ولذلك بدأت بعض الجهات تعلن عن عدم حضورها وشفناها عند السبنيول وعند الفرنسيس فيما يتعلق بمسابقة الخيول وكان جهات أخرى رهي على أبواب أن تعلن ذلك ولكن احنا صراحة قلنا أن نتمنى أن تجمع هذه أن تكون هذه الألعاب لأننا نريد أن تكون فرصة لفضح المافيا العسكرية اللي حاب تدور ألعاب وهران وتقول باللي كل شيء طبيعي كل شيء جميل في الجزائر توفا بيان ريانوفا في الحقيقة في الجزائر شي ما هو ما شي ومع أنهم الآن يحضروا في آلاف العناصر تقع شرطة ودركم وخابرات وباللباس وبودي اللباس إلى آخر وأجزاء كثيرة من اللي رح ينشوفوهم في المقاعد التفرج أو مشاهدة مقابلات أو ألعاب أو أراهم قدمين عسكر أو مخابرات أو شرطة أو ضرك لأنهم مرعوبين أن ترفع شعارات الحرك مرعوبين أن ترفع شعار دولة مدنية ماشية عسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وتبون مزور جبه العسكر وسترفع بإذن الله سترفع ولذلك نحن نقوله بخد شي كاين بعد خاوتنا اللي قالوا ما لازم تكون منقاطعة لا نحن ماذبين تكون هذه الألعاب ومن خلالها نقلب الطاولة على هذا المافيا بحيث بدل ما يكون جاية تخدم بالألعاب تنقلب عليها الألعاب ونقلب عليهم فمثلا مخرجين مرسوم بعد كل الأموال الضخمة اللي صرفوها لحد الآن واللي راح ينهب منها كثر من اللي راح يوصل للعمل رياضي حقيقي مخرجين مرسوم أول أمس قال لك مرسوم رئاسي رقم 22 206 اليوم 30 شوال الموافق ل31 مايو 2022 واشي قل المرسوم قال لك بل ممكن يديروا أي اتفاقات يديروا أي يشرو أي شيء يديروا أي عقد هذه ما يسمى بهذا المشرفين على الألعاب بدون ما يرجعوا للقوانين بدون ما يرجعوا للقوانين اللي يتنظم صفقات وتنظم اتفاقيات وتنظم الجريا جري بدون ما يرجعوا لماذا؟ لأن عملية فشل هائلة رح تنتظرهم حاجة ما هي ماشية حاجة ما هي ماشية طبعا إعلامهم القذر خرج يتحدث وأن المخزن يتربص بنا وما نشعار ليتربص بكم موش مخزن الحقيقة وإنما الشعب اللي يكرهكم وستجدون أنفسكم في واحدة المعضلة بحيث أنكم تفرضوا أمن شديد مما تكرهوا اللاعبين وتكرهوا الناس اللي جاءوا من الخارج حياتهم وبالتالي يكرهوا أصلا بوجودهم إذا أقدمتم على وإذا أقدمتم على أنكم تخفوا فالناس ستخرج وترفع الشعارات هني أقولها لكم الآن مما سيدفعكم إلى أنكم رح نديروها أكثر من كزيرة وهذا ليس جزائريين تحقرهم أو تخوفوهم بالسجن أو تخوفوهم بالتهديدات أو تبعثون لهم ذبابة لا 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 هذو رح نكونوا أجانب ورح نشعروا بالقلق من طريقتكم البائسة لأننا ما كونش نظام حكم أنتم مافيا إجرامية فاسدة ومفسدة وكل يوم تظهر بعض بعد فضيحة تعال هوندبول شوف هذه إشارة انطلاق الحملة الترويجية لعباح المتوسط شوف هذه الإشارة داروها قبل ثلاثة أيام ونأربع أيام شوفوا مليح الصورة طاح طاح مول بيسيكليات وقبل أيام شوفنا كيفاش كانوا تعالي بيسيكليات أيضا تعال دراجات كيفاش كانوا حاصلين كانوا باش يجربوا هما كيفاش كانوا حاصلين في ترافيق جان كانوا حاصلين في الترافيق هذا هو حكم العسكر وكون غير جاءوا رجال ويخرجوا مباشرة قال حنا الحكام وحنا الرؤساء وحنا الوزراء وتباني الصورة لا لا يدرك واجهة مدنية قادرة أبشع ناس يجيبون ويحطوهم مثل تبون وأمثاله فراهي جايتهم فضايح شوف هنا أيضا هذه إلغاء منافسات كرة اليد المائية في العباح المتوسط في الجزائر بسبب حضور دولة واحدة فقط وهي من؟ الجزائر كل الدول امتنعت على الحضور عملية القرعة مذكرة أنه للرجال فقط هكذا أبشعر القانون أولا كنت حبا لأيض من القانون بعد ذلك لا هي المفروض أنها لرجال والنساء ولكن في النساء يعني ما فيش دول كثيرة لسجلت والقانون واضح يقول لما يكون عادة الدول أقل من ستة في النساء تلغى هذه المنافسات وأقل من ثمانية دول في الرجال تلغى المنافسات وللأسف يعني كان فيه مسجل واحد بلد واحد مسجل واحد بلد واحد بلد واحد مسجل واحد بلد واحد لدى 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 منافسة النساء في كرة اليد المائية بلد واحد هي الجزائر اللي مسجل مع أن هذه الدول اللي هي دول البحر المتوسط مع أنه مش مشكلة في النساء جايي لعبوه الكرة اليد أو الكرة المائية أو كرة الفوتبوه لا معنهم مشكلة فرانسيس بنيول برتغال طيليان مالطيين يونانيين أتراك قبارسة لا معنهم مشكلة حتى المصاروة حتى توانسا لا معنهم مشكلة يعني لا معنهم مشكلة قالوا يشوف هذا موضوع شوية حساس والنساء والنساء لا يقدرش يلعبوها فما جاوش لا في كل الفترات السابقة من طال البحر المتوسط هذه كانت هناك هذه الألعاب في أغلب الفترات من نهار اللي داروا الكرة المائية هذه كانت الدول السجل الآن عندك بلد واحد خلوكم من هذه فشلكم الذريع ترموها على الآخرين خلوكم من هذه العقلية فهذا العقلية ما تدكمش بعيد الفشل عارم والناس تشوف فيه على الأرض وهران مزبلة العاصمة مزبلة قصنطينة مزبلة عنابة مزبلة بجاية مزبلة ورقلة مزبلة في كل مكان القذورات والمزابل والطرقات المكسرة والملي ضايع والمباني اللي تشوفها يجيك الصداع وهذا ما نحكو على قرعة أو بلدات أو مدن صغيرة نحكو على عواصم نحكو على مدن كبيرة أعطونا مدينة واحدة مدينة واحدة نضيفها في الجزائر أعطونا مدينة واحدة مكانش تحولت البلاد إلى مزبلة كبيرة لأن الناس ليس شعر أن هذا الوطن ووطنهم شعرين بأنهم تحت الاستعمار على قول كبيركم قبل سنوات قبل ثلاث سنين خرج الجاية الصالح والجزائر قال كانت تحت استعمار ربما هذه من الكلمات القليلة جدا اللي صدق فيها نعم وما زالت تحت الاستعمار لكنه استعمار أشد تخلف متخلف جدا رديء جدا فاشل جدا هاي الكارثة ولذلك نقول خوتي حولوا لهم هذه اللي هوا حابين يدرها عرس نحولها لهم إلى جحيم إلى فضائح تظهر من كل ناحية لأن تمريرهم لهذه الألعاب اللي هي أموال شعب في الحقيقة راي تصرف عن يسوى واللي ما يسواش تمريرهم لهذه الألعاب هو القول للعالم باللي توفى بها في حين كان الناس اللي راهي تجوع ولم تعد مجازا بل وصلت الناس تموت من الجوع وشفنا واشصراع قبل أسبوعين أو ثلاثة في منطقتين مختلفتين في ظرف أسبوع واحد هذا اللي تركوه يخرج أو اسمعنا به والناس تحرق في نفوسها والناس تحرق في البحر والناس تحرق في الداخل الطا وفي كل مكان هذه الأموال كان أولى بها الشعب الجزائري رسميا قالوا 500 مليون دولار لكن الحقيقة بعض العارفين بالموضوع قالوا لي رأوا تجاوز 800 مليون دولار ورأوا ربما سيتجاوز الألف مليار دولار بمعنى يتجاوز 18 ألف مليار سنتيم بسعر السوق لو كان جاء هناك عقل قل هذه الأموال أحق بها آل مستشفيات أحق بها الجامعات والمدارس أحق بها الفقراء أحق بها الذين لا يجدون أكلاً ولا يجدون عملاً 18 ألف مليار على جاء الماكياج تدروه على وجهكم القذر وجهكم المسخ باش تظهروا أمام الناس وكانكم بالفعل أنتم حكومة وتسيروا في الدولة أنتم عصابات وهذه عباراتنا اللي اخذها أيضاً للقييد الصالح في الـ 2019 وقال البلاد تحكوم عصابات منذ ست سنوات